الحمد لله رب العالمين الذي حصل قبل يوم أو يومين والنظر إلى حال ما كانت عليه هذه الأمة مما حصل لابننا ريان رحمه الله يعلم جيداً أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة الخير اجتمعت القلوب وتعاطف الناس وهذا دليل على أن هذه الأمة يعني يحزن بعضها لبعض ويفرح بعضها لبعض وهذا من كرم الله عز وجل على هذه الأمة وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة الأمر الثاني لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يتي إلا بخير وما حصل لريان رحمه الله وإن كان عظيم وكبير ولكن لا بد أن نعلم أيها الأخوة أن ريان الآن هو في كفالة من هو خير من أبيه وأمه هو في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسارة في جبل من جبال الجنة وهذا الحديث صحيح وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى على ابننا ريان رحمه الله وإن كان المصاب جلل نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدره وقدر والدي الأمر الثالث إلى والدة ووالد ريان هي أيام نفارق في هذه الدنيا طالت أم قصرت ثم يكون الاجتماع هناك ثم يستقبل ريان والديه بعد أن يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويدفع هذا الإبن لأبويه ويأخذ بيدهما إلى الجنة فالنظر الحقيقي نظر إلى النتيجة نعم المصاب جلل وكبير ولكن النظر إلى النتيجة سيهون الأمر كثيرا الأمر الأخير لا بد أن ننظر إلى من هو أشد مصاب من هذا المصاب عرفنا بعض الناس عندنا في الكويت من فقد ستة من الأبناء دفع واحدة بحريق ومن فقد أبناءه وزوجته بحادث سيارة وبقي وحيدا فالحمد لله الأمر بواحد ولا أكثر فالحمد لله دائما الإنسان ينظر لما هو يعني هو أشد منه مصابا حتى يديم شكر الله ونعمه سبحانه وتعالى على الوالدين أن يعني يظنون أو يقولون أنه سافر وهذا السفر سفر راحة لأنه الآن فرح مسرور نحن عليقين بكرم الله ورحمة الله سبحانه وتعالى هو عند أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أكرم من والديه وأرحم من والديه فاستبشروا خيراً ما يأتي من الله إلا الخير سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا المقام أن يغفر لغيان وأن يرفع قدره ويرفع قدر والديه وأن يجمعهما معه في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين